نطلع من الأخبار المحلية بقى نروح يعني ملف الوكلاء اللعيبة بشكل عام نروح لوكلاء اللعيبة هاي الحلقة النهاردة الحقيقة كلها من دلوقتي هتاخد تراك العالمي العالمي بالذب الحقيقة طبعا معروف قد ايه وكلاء اللعيبة يعني بيلعبوا در مهمة جدا في حياتهم الشخصية والمهنية ومشورهم الاحتراف يمكن من أبرز الوكلاء في العالم هو ريولة ريولة عنده القدرة مين هو ريولة عنده القدرة أن هو يسوي أي لاعب بأسعار كبيرة جدا ومعروف عنه مواقف كثيرة قوي يعني يتعمل لها حلقات هو الحقيقة كمان وكيل اللعب الهولندي وكيل اللعب هالند طبعا وبيقدر أنه يسواه بشكل كبير وكمان والد هالند يعتبر كمان شريك في صفقات انتقاله ويمكن انتقال هالند بالشكل مفاجئ لبروسيا دورتمونت جاي من سالسبرج النمساوي بعد انسحاب يوفانتوس ومنشستر يونايتد من الصفقة بسبب مطالب ريولة المالية الكبيرة حصل على 15 مليون يورو عمولة من النادي الألماني اللي دفع كمان 8 ملايين يورو لوالد اللاعب مش بس لوكيله ريولة يعني دايما بيعايز يضاعف المبلغ علشان يوصل ل30 مليون يورو عمولة في الصفقة المقبلة لهالند الصفقة اللي جاي لهالند طبعا فيه أنداة كبيرة جدا عايزة تضم هالند بالإضافة من 10 إلى 15 مليون يورو لوالد اللاعب فلوس كتير قوي يا أحمد نتكلم في عمولة كبيرة تتكلمي على بيزنس وعمولات تتكلمي على أسوأ انتقالات اللاعبين تتكلمي على بيزنس بمليارات وكلاء اللاعبين النهاردة يمكن في بعض الوكلاء بيكسبوا من وراء عمليات الانتقال اللاعب نفسه أكتر من النادي نفسه وريولا ده يمكن واحد أعتقد إن ما كانتش الأشهر فهو واحد من أشهر وكيل هو الأشهر هو الأشهر نفس الموضوع فيما يتعلق بكيليان إمبابي لتقارير كتير جدا بتتكلم على اهتمام كل الأندية يعني إمبابي يمكن يكون الاسم الوحيد المشترك في الصفقات المتعقعة سمعنا عن اهتمام الريال وسمعنا عن اهتمام البرسا وسمعنا عن اهتمام ليفر بول بضم كيليان إمبابي ووكيله إيفان لومي واللي بيرغب في وصول عمولته فيما يتعلق بانتقال إمبابي لتلاتين مليون يورو ده عمولة وكيل اللي هي فقط في الاتفاق اللي جاي طبعا بالنسبة لمستقبل فرنسا في كرة القدم إمبابي واللي بيتصار عليه زي ما قلت لحضراتكم بشكل واضح وقوي دلوقتي فيه رغبة وانية واضحة وصريحة من الريال ومن ليفر بول طبعا معظمنا عارف وكيل اللعب المصري محمد صلاح هو وكيله كولومبي من أصل لبناني رامي عباس هدفه الأول تحسين وضعه في ليفر بول الإنجليزي في الزل طبعا تأثر سوق الانتقالات الفترة دي بتدعيات فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية وظروف اللي بتمر بيها الأندية الكبرى من خسائر في ميزانيتها بعد فيروس كورونا حال تحرك سوق الانتقالات بيرتبط موقف صلاح بنجوم الصف الأول زي إمبابي ورونالدو وماسي وأي خطوة بأي حد فيهم هتكون مفتاح تحركات وكيل صلاح علشان يحصل على عائد أكبر محمد صلاح بيقترب دلوقتي من أنه يتم 29 سنة وعنده فرصة أنه ينتقل بمبلغ ضخم قبل انتهاء التعاقد بتاعه أو عقده مع ليفر بول اللي عايز طبعا يحافظ عليه هو كمان ويستثمر فيه على الأقل تقدير حال أنه هو فشل أنه هو يقدر يمد عقد محمد صلاح قصة كلها عاملة زي كراسي الموسيقية صح واحد بس يتحرك صفقة واحدة تتم هتلاقي كله بيجي وراه بشكل تلقائي خلينا كمان نتكلم على ميسي اللي يمكن اتغيرت وجهته بشكل كبير أو اتغيرت مشاريعه بشكل كبير جدا مع البرسا بعد طبعا انتخاب اخوان لابورتا رئيس لنادي برشلونا واللي بيحاول وبيبزل مجهود كبير عشان يقنع ميسي بمشروعه وبالتالي الاستمرار مع البرسا ميسي يمكن في واحدة من الجلسات مع الجامعاته برونالد كومن أكد أنه ما كانش عنده رغبة في استمرار في البرسا بسبب المستوى المتواضع لأغلب عناصر الفريق على حسب ما هو كان بيكلم وقال أنه أعلن خلاص عن عدم رغبته في التجديد وأنه عنده رغبة في الرحيل وخط تجربة جديدة والد ميسي كمان اللي بيلعب دور الوكيل بالمناسبة في مشواره كان بيتكلم أو قال أنه هيحدد نسبة كبيرة جدا فيما يتعلق بقرار الاستمرار أو الرحيل وهيكون ليه دور فده يمكن من الأندية اللي مستنية بشكل كبير أو بتترقب الموقف بالنسبة لميسي باريس سان جرما اللي حطت عينه بشكل كبير على جوهرة الأرجنتين وكمان يمكن كان من بعيد وإن كان في الفترة الأخيرة يمكن غيرت الرغبة لكن مانشستر سيتي كان أبدا اهتمامه كمان بضم ليان الميسي حال طبعا عدم وجود مشروع واضح يرضي طموحات ميسي فإنه هينتقل مجانا لباريس سان جرما أو مانشستر سيتي عشان يواصل رحلة طموحهم